السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر البجاحة مش اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت فوق الأراضي الأوكرانية البجاحة الحقيقية إنه وعبر عام كامل في العام ده حققت روسيا أعتى انتصار في مواجهة دول حال في شمال الأطلسي اللي هو الناتو ورغم ذلك الناتو حتى اللحظة الراهنة والدول بتاعته عملين بيتنططوا زي فرق علوز ويقولوا احنا خلاص سبقوا من السنة اللي فاتت دية احنا هنبدأ بداية جديدة إلى درجة إنه احنا قررنا مجتمعين مع بعضينا إنه احنا ندعم أوكرانيا بكل الأسلحة وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى وإن السنة دي هي سنة الحسم ثانية واحدة بس أما للسنة اللي فاتت دية إلى مؤاخذة السنة اللي فاتت دي طولا وعرضا وانت عمال بالدعم أوكرانيا بكل ما لز وطاب ورغم ذلك انت اندربت بالجزمة فوق الأراضي الأوكرانية على الرغم من إنك انت كدول ناتو حاولت إنك انت تقنع الرأي العام الدولي والشعوب الغربية إنك انت محقق أعطى انتصارات غير عادية في مواجهة روسيا ورغم ذلك انت جاي النهاردة تقول بعد عام كامل من الهزائم المتوالية اللي دول الناتو تلقتها على إيد روسيا جاي النهاردة وتقول أنا خلاص قررت أدعم أوكرانيا بكل قوة عسكرية بحيث إن السنة تكون سنة الحسم ما انت قلت لنا السنة اللي فاتت هي سنة الحسم ما كل دول الناتو قالوا في تصريحات نشريتها وسائل الإعلام الغربية وإحنا كنا توقفنا عندها عبر عشرات الحلقات قالوا بالحرف الواحد خلاص هو أسبوع واحد فقط لغير من فرض العقوبات على روسيا والدنيا كلها تبقى متفل وعشرة والروبل الروسي هيخرج من التاريخ الاقتصادي وروسيا هتصبح فيه خبر كان لما احنا جينا ننفي الكلام ده ونقول عبر العديد من الحلقات إن دي كلها فرقاء إعلامية الكلام ده مش مزبوط البعض هاجمنا تحليلات على السوشيال ميديا قالت العكس الفضائيات نفسها قعدت تسقف للولايات المتحدة الأمريكية كنا احنا تقريبا اللي بنغرد منفردين وبنقول بالحرف الواحد اهد يا جماعة هي بمثابة حرب إعلامية بتقودها أجهزة الاستخبارات الغربية في مواجهة فلادمير بوتين حتى الناس كتبتهجمنا لحظتها ورغم ذلك أصرينا على موقفنا وأثبات الأيام سدق التحليلات بتاعتنا مرة تانية لحظة تسجيل هذه الحلقة زي ما حضراتكم هتشوفوا جيزيب بوريل بسول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر صحفي وحتى اللحظة الرهينة اللي احنا بنسجل فيها الحلقة دي عقد المؤتمر ووكالات الأنباء العالمية بتطير الأخبار نقلا عنه كلمة بكلمة الراجل ده بيقول ايه خلاص القوى الغربية قررت ان هي تتكاتف مع بعضيها بشكل قوي للغاية وهندعم أوكرانيا بكل الأسلحة وبكل ملزة وطاب ليه حضراتكم عشان نحسن بقى مرة تانية عبر 12 شهر حسمتش لي يا بابا ده انت فرقت كل المخازن من كل دول الناتو وحطتها في قلب أوكرانيا وطلتشطة على أفاك ليه دايما الكذاب بيجيب آلاف الأدلة ويحطها قدامك في سبيل ان هو يثبت ان هو مش كذاب بينما الشخص الصادق متلاقوهش بيرط قرن حضراتكم ما بين تصريحات فلادمير بوتين وما بين تصريحات القوى الغربية فلادمير بوتين وقيادات أوروبا واضحة وان وي ما فيش اسهل في التصريحات رد حاسم ودونتم بينما قيادات الناتو كل يوم نكتشف ان في آلاف من التصريحات اللي بيحاولوا من خلالها ان هما يثبتوا ان هما صادقين جدا وان احنا متفلوا عشر ومحققين انتصارات وهننتصر كمان السنة ونخلص المسألة طبعا بناء على ذلك الذي حدث خلال الأيام الأخيرة من اعلان حالات الطوارئ من قبل القوى الغربية ان هي قررت الدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة وأجهزة متطورة وعدة وعوتات عسكري متطور والكلام الفاضي ده كله ده على الرغم من انه لن يغير ثمة شيء فوق الأراضي الأوكرانية الا ان روسيا قالت خلي بالكم انتو دخلتوا بشكل مباشر يبقى معنى ذلك اصبحت الحرب بيننا وبينكم مباشرة وما تلموش غير نفسيكم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في التصرحات بتعته بالأمس ان الصراع ما بين موسكو والغرب اصبح اقرب الى حرب حقيقية خلاص احنا بدأنا ندخل مع بعضينا في حرب حقيقية مباشرة كانت الحرب بالوكالة ان اوكرانيا هي التي تحارب نيابة عن الغرب وكان الغرب بعيد شوية الا ان الغرب بدأ يقرب معنى ذلك انه كنت قربته ده اللي بيقول وزير الخارجية الروسي سم قال عندما نتحدث عن ما يحدث في اوكرانيا فاننا نتحدث على ذلك باعتبار ان الامر لم يعد حرب هاجينة ولكنها حرب حقيقية ما بين روسيا والغرب هذه الغرب كان بيستعد لها الغرب منذ فترة طويلة ضد روسيا في محاولة لتدمير كل شيء بما فيه اللغة والثقافة الروسية منذ فترة طويلة وبالتالي بدأ يترجم اجندته وطموحاته واهدافه من خلال الحرب الروسية الاوكرانية ثم قال ان امريكا بتستخدم الاسلوب نفسه اللي استخدمه نابليون والنازيون في محاولة اخضاع اوروبا من اجل تدمير روسيا يعني الولايات المتحدة الامريكية نجحت في ان هي تكسر ارادة الدول الاوروبية وتمشيها وراها زي القطيع بتوع الخرفان فتمشي فتقع في المستنقع الاوكراني ثم قال ان امريكا استخدمت قواتها خارج اراضيها مئات المرات في انتهاك صارخ لمساق الامم المتحدة يعني الولايات المتحدة الامريكية بتحاول تلقينا درس في الوطنية وفي احترام مواسيق الامم المتحدة من ان ازاي ان كنت تتعدى على سيادة الدولة اخرى اللي هي اوكرانيا على الرغم من ان احنا بندفع عن سيادتنا ورغم ذلك الولايات المتحدة الامريكية نفسها هي اللي اخترقت هذه المواسيق وتدخلت في شؤون الدول المئات المرات ثم لنهاية محادثات قادمة لابد ان تضع امامها المخاوف الامنية الكثيرة لروسيا ديمتر مدفدف نائب رئيس مجلس الامن الروسي في اجتماع لمكتب المجلس الاعلى لحزبه اللي هو روسيا الموحدة بدأ يضع اجندة عمل عشان يتم الشغلة على المستوى الدولي قال ايه؟ يجب على الحزب بتاعنا مساعدة الناس في العالم على انه هما يفهموا العملية الخاصة في اوكرانيا طبعا دي كارسي يا جماعة وخلونا نتفق روسيا فشلة اعلاميا في ذلك روسيا على الرغم من عدالة قضيتها ده عاملة بالضبط زي الدول العربية رغم عدالة قضيتها الا ان هي فشلت في ان هي تروج لعدالة القضية دي ليه حضراتكم؟ لحتى اللحظة الرهينة يعني روسيا على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى العسكري على افضل ما يكون لكن المصيبة في روسيا ان هي فشلة اعلاميا المصيبة في روسيا ان هي فشلت في ان هي تروج لعدالة قضيتها قدام الرأي العام الدولي النتيجة خسرت كتير جدا النتيجة ان القوى الغربية لما بدأت تروج لقضيتها بالمخالفة طبعا للواقع نجحت في ذلك لأنها نجحت في أن هي تجند الأعلام الغربي وتمشيه على حسب خطط مخابراتية على أفضل ما يكون النتيجة كسبة الرأي العام الدولي بينما روسيا خسرته أعلاميا إحنا عارفين كويس جدا إنه أهم حاجة الجانب العسكري لكن هل هناك مانع إنك أنت تكسب الجانب العسكري بالإضافة إلى الجانب الأعلامي إحنا كعرب فشل أعلاميا روسيا كذلك الصين كذلك تخيلوا يعني روسيا والصين والعرب فشل أعلاميا على أخطر ما يكون يعني سيادتك لو أنك أنت جندت بعض وسائل الإعلام بأكتر من لغة عربية إنجليزية فرنسية واخترت من بين آلاف القنوات الموجودة في قلب المنطقة العربية وجندتهم من أجل خدمة عدالة قضيتك مش هتخسر مطلقا ساعدتك ويا ما احنا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده في عشرات الحلقات وبناء علي ديمتر مدفديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بيطالب الحزب بتاعه اللي هو روسيا الموحدة يا سادة يا قيادات الحزب الحاكم احنا لازم نساعد الناس في العالم على فهم العملية الخاصة في أوكرانيا بحيث أن العالم لازم يفهم أن العملية ديت أصبحت تدبير قصري ردا على التحضير للعدوان من جانب الولايات المتحدة أطمارها الصناعية لازم نفهم العالم أن احنا كنا مجبورين على أن احنا نخوض العملية الخاصة دية ردا على التحركات الأمريكية والتحركات الغربية لأن هما كانوا بيستعدوا للقفز فوق الأراضي الروسية النتيجة أن فلادمر بوتن أخد قرار بأن هو يبادر بالتحرك أولا قبل ما هما يتحركوا الكلام ده بقوله ديمتر مدفديف وبيقول كمان لقيادات الحزب بتاعه اللي هو الحزب الحاكم أن لازم احنا نتحرك ولازم نفهم العالم الخارجي عن حقيقة ذلك الذي يحدث فوق الأراضي الأوكرانية وقال بسبب تطورات الوضع الراهن أصبح العالم قريب جدا من خطر الحرب العالمية التالتة لأن الغرب بدأ يدخل بشكل مباشر أيوة بس قناة مصر قالت أن كل القطع العسكرية اللي هما هيمدوا بيها أوكرانيا لا تسمن ولا تغني من جوع فهما روسيا خايفة من إيه لا ساعتك هي روسيا مش خايفة عسكريا ولكن كون أنك أنت تتحرف وتجيب دبابة واحدة على الرغم من أن هي مش هتغير من الأمر الشيء فأنا مش هقعد أنتظر لحد ما الدبابة دي هما 12 دبابة شالينجر 2 من قبل ألمانيا اللي كانت أوكرانيا بتطالب بيهم وألمانيا قالت أنا مش همد أوكرانيا بأكتر منهم وأن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت أوكرانيا أن هي تمدهب أسلحة عسكرية متطورة ورغم ذلك لم يحدث حتى اللحظة الراهنة هم عملين بيفرقعه فبالنسبة لفلادمير بوتين مش هيقعد ينتظر لحد ما الدبابة دي أو الـ 12 دبابة دي اللي هيفرمهم بالمناسبة مش هيقعد ينتظر لحد ما الـ 12 دبابة تتحول إلى آلاف الدبابات فيكتشف نفسه أنه هو محاصر بكل الأسلحة اللي موجودة في كل دول الناتو اتحطت في قلبه أوكرانيا ومن ثم روسيا بتركز على ذلك لو جبتلي دبابة واحدة بشكل مباشر وأعلنت عنها خاصة اللي هي الأسلحة المتطورة يبقى معنى ذلك أنت دخلت معايا في حرب مباشرة معنى ذلك ساعتك الحرب العالمية الثالثة قب قوسينة أو أدنى يعني تقدر تقول لو أنت استمرت بنفس الطريقة دي نهاية العالم قد تكون غدا ده لسان حال ديمتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وقال يا قيادات حزب روسيا الموحدة مطلوب مساعدة القوى الوطنية في الحوار مع الأحزاب الأجنبية ايه ده؟ طبعا ده غباء مزمن من ديمتري مدفيديف غباء سياسي حزبي على أخطر ما يكون هو أنت كن لسه ما تحربتش لحد دلوقتي إيه شغل التهريك ده؟ أنا أذكر أن الحزب الشيوعي الصيني منذ سنوات طويلة جدا بيستضيف كل سنة قيادات الأحزاب العربية والغربية بيجري معاها حوارات فوق الأراضي الصينية بيوصلوا وجهة النظر الصيني على أفضل ما يكون وكت أنا واحد من ضمن المدعوين في سنة من السنوات ضمن فوق ضم حوالي 14 قيادة حزبية عربية من مصر، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من المغرب من 7-8 دول عربية، ومن اليمن، من لبنان دي الدول اللي كانت موجودة كنت أنا لحظتها بمثل مصر على المستوى الحزبي قعدوا المدة حوالي تقريبا شهر مباحثات أجرناها مع كل قيادات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بدأوا يطرحوا وجهات النظر اللي تخصهم أو وصلونا معلومات في منتهى الخطورة وإحنا برضو كذلك وصلنا لهم معلومات وواوا والكلام ده كله لكن كان أهم حاجة بالنسبة للصين أنهم يوصلون المعلومات اللي عاوزين يوصلوها للعالم الخارجي النتيجة احنا تأثرنا يعني إن واحد من الناس عملت كتاب اسمه إلى الصين سيرا على الأقدام أكتر من 500 صفحة كنتاج لهذه الجولة كل مشاهداتي والمباحثات التي أجريت النتيجة الصين كسبت طيب أنت سعدتك حتى اللحظة الرهينة ما عملتش كده ليه يبقى أنت راجل فاشل يبقى أنت على المستوى الحزمي أنت راجل فاشل أنت سيادتك دلوقتي ديمتر متفيديف بيقول إيه قيادات حزب روسيا الموحدة مطلوب أنهم يساعدوا القوى الوطنية في الحوار مع الأعزاب الأجنبية كنت المفترض جدلا من ضمن خطة العمل كنت أنت قبل ما تاخد القرار لاجتياح أوكرانيا اللي هو قبل يوم 24 فبراير الماضي كنت أنت جهزت لكل ذلك وفرشت القيادات بتاعتك في كل أنحاء العالم وبدأت تصفرهم بحيث تكون هناك دبلوماسية حزبية شعبية روسية لكل أنحاء العالم وعلى فكرة عاوز أقول لحضراتكم دية أقصر فاعلية من الدبلوماسية الرسمية وده اللي نجحت الصين فعميله وإحنا كعرب فشلنا زي روسيا بالزبط ده اللي قاله ديمتر متفيديف الكريملين أصدر بيان رسمي قال أن الشعب الأوكراني هيدفع تمن تزويد أوكرانيا بالدبابات وحذر من تبعات هذه التحركات وأكد أن كل الدول اللي هتتورط في ذلك سوف تتحمل المسئولية فيه إشارة طبعا أنه هو روسيا هتدك الدولة دية ولم تتردد في ذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رايب كوف حذر من دعم أوكرانيا بالأسلحة المتطورة وهدت بأن المساعدات الغربية الأوكرانية سيتم تحنها حرفيا طبعا إحنا وثقين من ذلك روسيا وعبر التصريحات الرسمية بتاعتها حاول التوصل للجانب الغربي أنه إحنا مش هنلتزم الصمت زكاء فلادمير بوتن أنه هو بيتحرك أولا قبل أن يتحرك الآخر زي نظام قطع الشطرانج بيحط نفسه مكان الآخر ويشوف في حالة ما إذا نقل القطع دية النحية دي هو هيرض عليها إزاي ثم يبدأ يخطط في التصدي للحركة المتوقعة هو دا اللي بيعمله فلادمير بوتن باعتبار أنه هو زابط مخابرات عقر يعني زابط مخابرات زكي جدا حربة حقيقية سيرجي لافروف يكشف صدى أو مدى الصراع مع الغرب الكريملين الدول التي تسلم أسلحها الكيف يجب أن تتحمل المسؤولية بينها بخموت وسوليدر روسيا تعزز سيطرتها ببلدتين جديدتين هذه روسيا عمالة بتحقق انتصارات غير عادية زي ما هو واضح قدام حضراتكم والكلام دا طبعا مش هنتوقف عنده كثيرا باعتبار أنه هو أصبح معروف للقاصي والديني أراكم على خير